اشتركوا في القناة دعم التوسع في الرعاية الصحية في البحرين من خلال توقيع جيافاتش المالية وبنك خليجي عقدا مع الخدمات الطبية الملكية لبناء مركز متخصص لصرطال البروستات إلى جانب دعم ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية عن طريق إبرام جيافاتش المالية السعودية شراكة مع شركة هوب فينتشرز الذراع الاستثماري لصندوق الأمل ومنتج برنامج بيبان لدعم توسيع البرنامج بالإضافة إلى النهوض بالاقتصاد الرياضي في البحرين عن طريق رعاية جيافاتش المالية لبطولة المنامة ماستر ستري باي ثري التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة تتولى إدارة التفتيش بوزارة الصناعة وتجارة الإشرافة والمتابعة على الأعمال الرقابية الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية ولضمان فعالية التزامها بالقوانين والأنظمة كما وتتلقى الشكاوى والبلاغات ذات الصلة بمهام الإدارة وتعمل على معالجتها للحديث أكثر حول جهود هذه الإدارة يسرنا أن ينظم معنا في الستيديو السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة بداية أستاذ هل يمكنك ذكر بعض الأمثلة على نجاحات محددة حققتها إدارة التفتيش في الفترة الأخيرة طبعا ما في شك سألأ إن شاء الله النجاحات كثيرة ومتعددة لإدارة التفتيش وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السياحة طبعا كانت سابقة اللي نحن ممتثلين أن نقول السياحة لكن نتكلم عنها سألأ إن شاء الله العديد من الإنجازات ومن ضمنها التي هي تحقيق 90% من تغطية السجلات التجارية في الشارع التجاري في هذا العام وهذا رقم كبير حقيقة ما يتحققنا في كل السنوات الماضية وغير التصدي للعديد من المارسة الخاطئة وتصحيح وضعها نعم أستاذ كيف تقومون بتحديد وتصنيف المخالفات وما هي إجراءات معالجة المخالفات المكتشفة؟ طبعا هي نوعين من المخالفات فيما مخالفات بسيطة نقدر نقول عليها ممكن أنها عدم فهم ودرايا لبعض الممارسات في الأنشطة ويتم تصحيح وضعها التلغائيا وتوجيه الأصحاب الشأن فيها وحث جميع المفتشين اللي هم مريض ضبط الغضائي لمبدأ اللي هو التوجيه والأرشاد لأصحاب السجلات التجارية وهذه على طول تجفز في النظام ويتم صاحب الشأن يعدل أنخلفت فيها وتبقى المخالفات الجسيمة اللي هي الكبيرة اللي فيها شوية عقوبات وفيها من التحديات اللي ممكن تأدي للنيابة وتخذ قرارات صارمة في حق المخالفين فيها بالتأكيد كيف يتم التفاعل مع المخالفين؟ هل هناك سياسات محددة لتحفيز الامتثال؟ ما في شك طبعا الممارسات هي مثل ما قلت لك إن هي يعني شلون طريقة توجيه للأصحاب الشأن وتوجيههم بشكل مباشر بحيث أن يكونون متواكبين مع الأحداث اللي حاصلة حاليا يعني في التطور الشارع التجاري والامتثال هو ما في شك إنه المعاوغات أو العقوبات اللي راح تتواجد عليه هو في سجلة يعدلها يحدثها بحيث أن يكون يثبت طبعا هاي كلها في حدود النظام وما يتعامل مع الإدارة إلا بالنظام ويدخل يعني معلومات صحيحة في النظام بحيث أنه يكون هو ما تكرر عنده هذه المخالفات إذا ما سواها راح تتأثر عنده العديد من الأمور اللي هي تعيق السمرارية في العمل منها أنه ممكن يكون توقيف سجلة تجاري ورح ترتب عليها عدة من المخالفة يعني العقوبات اللي هي راح تحتم عليه العمالة وقيراته من الإجراءات الثانية فإمدت لي يعني الضروري أنه يحدل وضعه ويمتثل أنه ما يكررها يعني نعم أستاذي هل تستخدمون تكنولوجيا متقدمة في العملية التفتيشية؟ إيه ما في شكل لها الحمد نحن اليوم قاعدين يعني ينتواكب مع الأحداث والتطور اللي حاصل في الشارع التجاري وانتغلنا من مرحلة من 2019 من بداية تأسيس إدارة التفتيش انتغلنا إلى نظام الإلكتروني وكل المفتشين عندهم النظام الإلكتروني يكون يعني تخلصنا من الورق والاستمارات والرجوع إلى الوزارة لترخيل البيانات وعلى طول يدخل المعلومات ويأخذ البيانات اللي يبغيها من الجهاز في هذا ويعني كل فترة نحدث في هذه الأنظمة بحيث أن يكون تسريع وتيرة التفتيش واتخاذ الجرعات اللازمة بخصوص الرغابة والتفتيش بالتأكيد الأستاذ عبد العزيز الأشرف شكرا جزيلا على حضورك والآن نترككم مع دالة أسواق المالية الخليجية ترجمة نانسي قنقر وقعت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار الصناعي بين البلدين التفاصيل في التقرير التالي دعما لتبني ثورة الصناعية الرابعة وتشجيعا للابتكار الصناعي بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 أبرمت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل للتعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار الصناعي بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لخلق قاعدة صناعية متطورة ومستدامة ضمن جهودها لعقد الشراكات مع الجهات الإقليمية والعالمية للاستفادة من تجاربها وخبراتها جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الدورة الحادية عشر للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم من ضمنها مجالات الطاقة المتجددة والتأهيل المهني والتي تتقاطع مع محاور العمل التي تعمل وزارة الصناعة والتجارة لتحقيقها في إطار الركائز الاستراتيجية التي تؤطرها لسيما فيما يتعلق بتشجيع التحول الرقمي وتعزيز التصنيع المتقدم والمستدام حيث تعتبر هذه المذكرة استكمالا للجهود التي قامت بها الوزارة مؤخرا من خلال إطلاق عدد من الممكنات للقطاع الصناعي كمبادرة المصانع الذكية وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة تكامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة